بانتظار المصادقة الرئاسية الموازنة الثلاثية تصل القصر الجمهوري والحكومة تستعد للطعن بالقانون بحسب نوابه في ختام زيارته لبغداد أمير قطر يعلن استثمار خمسة مليارات دولار في العراق والسودان يغارد مشيدا بالمباحثات لا يمكن أن تكون بلاد الرافدين بلا نهرين بهذه الكلمات أمين عام الأمم المتحدة يتضامن مع العراق بأزمته المائية نزاع السودان يدخل شهره الثالث واشنطن تدين العنف المروع في دارفور والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية أهلا بكم والبداية من ملف الموازنة إذ أعلنت اللجنة المالية النيابية وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية اليوم لأجل المصادقة عليه وبحسب وثيقة صادرة عن رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني إن اللجنة كانت قد أرسلت مشروع قانون الموازنة منذ أول أمس الأربعاء فيما تسلمتها رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة هذا ورجح نواب أن تقدم الحكومة طعناً بقانون الموازنة بعد أن يتم المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية وأقل النائب باسم لغريباوي إن القانون سيتم تنفيذه في المدة المقبلة وأن الطعون المتوقع لن تؤخرها ولفت لغريباوي إلى أن البرنامج الحكومي حاضر داخل بلود الموازنة وستتم مراقبة تنفيذه بدقة من قبل البرلمان بعد مخاض عسير رافق عملية تمرير الموازنة يرجح سياسيون طعن الحكومة بالقانون للتعديل عليه مرة أخرى فيما يؤكد قانونيون مخالفة الضوابط القانونية حال الذهاب لهذا الخيار مالية تحت نظر الحكومة لمراجعة وفحص بنودها قبيل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في جريدة الوقاع الرسمية سياسيون يتكلمون عن وجود مساعن حزبية للضغط على مجلس الوزراء لتقديم الطعن في المحكمة الاتحادية لأجل إجراء التعديلات عليها مرة أخرى على الرغم من التعديلات التي يقدمت من قبل وزارة المالية من أنها ستذهب أو ستلجأ للمحكمة الاتحادية للطعن ببعض المواد التي شاب عليها بعض التغييرات لكن من حيث مبدأ وبعد تهنئة رئيس الوزراء واضح أن الأمور ستمضي هذه الموازنة باتجاه رئاسة الجمهورية أمام رئيس الجمهورية 15 يوم من تاريخ التسليم إذا ما كانت لديها اعتراضات سيطعم بها وستعود مرة ثانية لمجلس النوار ولكن إذا لم يصوت عليها ستمضي الموازنة أو إذا صادق عليها من الجانب القانوني يرى مختصون أن خطوة إجراء التعديل الحكومي لفقرات الموازنة تخالف الضوابط القانونية وذلك لأنه تم التصويت عليها نيابيا إلى جانب منح صلاحية تقديم الطعن في حال أنها تستنزف أموال الدولة أو تخالف رؤية البرنامج الوزاري الإقرار الموازنة هو قانون وبالتالي فإن المادة 18 من النظام الداخل المحكمة الاتحادية قد منح المحكمة الاتحادية صلاحية النظر في القوانين التي تصدر من الحكومة أو القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية وبالتالي فإن الحكومة الطريق الوحيد الذي لها لغرض الطعن في بعض بنود الموازن التي لا تتلاءم مع توجهات الحكومة هو قامت داوة أمام المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء تلك المادة فقط ولا يمكنها إجراء أي تعديل أو مناقلة بعد قرارها من قبل مدلس النواب العراق وإجمالا لمشهد قانون الموازنة الذي مر بتعقيدات سياسية مختلفة فالحكومة تؤكد على إخراجها بصيغة تخدم المواطنين في حين أنها تواجه انتقادات من قوى وشخصيات كردية كورقة ضغط للطعن بها وفقا لمصادر مسؤولة وتعمل الحكومة على مراجعة البنود التي تم تعديلها في الموازنة خلال شهر كامل بالإضافة إلى ذلك تتحدث مصادر سياسية بوجود ضغوط حزبية لا سيما من إقليم كردستان على إجراء تعديلات جديدة من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة أصدرت وزارة المالية توضيحا بشان إطفاء السلف الحكومية مشيرة إلى أن السلف المذكورة في الموازنة تخص الحكومة حسرا وفي بين الله أشارت المالية إلى أن السلف الحكومية المذكورة بالمدى 15 من الموازنة تخص السلف الحكومية حسرا وليس المقصود بها السلف الممنوحة سواء للمواطنين أم لكبار المسؤولين يترقب أشارع العراقي تطبيق البرنامج الحكومي بعد جولة من الخلافات السياسية والشد والجذب سبق التمرير الموازنة إذا تعد ستة الأشهر المقبلة من سنة المالية الأولى امتحانا حقيقيا لسلطة التنفيذية تطبيق البلاد صفحة مناكفات خلافات واختلافات سياسية اقتصادية وحتى فنية بإقرارها للموازنة الثلاثية موازنة اختلفت الآراء بشأنها بين متفائل لاستكمال ما تلكأ من مشاريع ومتشائم أوصدت بوجهه أبواب التعين فما أبرز ما تضمنته هذه الموازنة في بادي الأمر هي موازنة ثلاثية للأعام الحالي والعامين الذين يليانه بسقف إجمال سنوي بلغ مائة وثمانية وتسعين تريليون دينار وهي القيمة الأعلى في تاريخ البلاد أما عن قيمة عجزها السنوي المقدر فبلغ ستة أو ثلاثة وستين تريليون دينار عراقي أما انقساماتها فانقسمت على جانبي تشغيلي قارب المائة والخمسين تريليون دينار عراقي واستثماري قارب ثمانية وأربعين تريليون بلغ حجم التخصيصات لإقليم كردستان اثنت عشر فاصل خمسة بالمئة فيما خصص لتنمية الأقاليم تريليون ونصف التريليون دينار عراقي تم إيقاف التعيينات لمدة ثلاثة سنوات واقتصارها على تثبيت بعض عقود الوزارة ودرجات الحث والاستحداث والتي من بينها استحداث ألف ومائتي درجة وظيفية للفاحصين على نفقة وزارة الدفاع وتخصيص مائة وخمسين ألف عقد موازنة أشكل بعضهم على ما فيها من تخصيصات لعناوين فطاطة غير واضحة المعالم يمكن أن تحمل الكثير من التأويلات ويسأل البعض عن ما هي التخصيصات التي حددت لرئاسة البلاد وسلطاته مراثان إقرار الموازنة انتهى وانكسرت معه حجة الحكومة بعدم القدرة على تنفيذ برنامجها الحكومي ولذلك ينتقل إلى مرحلة الانتظار والترقب لما سيحدث خلال الأشهر الستة المتبقية من السنة المالية الأولى شكرا لكم دبلوماسيا اختتم أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني زيارة رسمية إلى العراق هي الأولى لزعيم عربي منذ تشكيل الحكومة الجديدة عقد خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني تناولت علاقات البلدين ومجالات التعاون والقضايا المشتركة وأعرب أمير قطر عزم بلاده استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات في العراق في السنوات المقبلة مجددا دعم قطر لوحدة العراق واستقراره واستعادته لدوره المهم في المنطقة والعالم بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني أن زيارة أمير قطر إلى العراق تمثل انطلاقة مهمة لتنمية العلاقات بين البلدين السودان في تغريدة على تويتر بعد ختام زيارة أمير قطر أكد إجراء مباحثات بناءة ومثمرة مضيفا أن زيارة تمثل انطلاقة مهمة لتنمية العلاقات في مختلف المجالات وفاتحة خير نحو توسعة أفاق التعاون والتكامل بما يعود بالنفع على الجميع هذا ورعى رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني وأمير دولة قطر مراسم التوقيع على إعلان نوايا للتعاون بين البلدين وعلى هاميشي أزيارة جرى التوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين حكومتي العراق وقطر للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار وكذلك التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري كما جرى التوقيع على عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة تخص النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المسهل ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخص إنشاء مصافي رئيس مجلس الوزراء كان قد أكد خلال مؤتمر مشترك مع أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني أكدت دعم الدوحة لمشروع طريق التنمية واستعدادها للمشاركة فيه لافتا إلى أن العراق استعاد مكانته الطبيعية ودوره في المنطقة وأن قطر ستبقى أقوى حلفائه وشركائه العراق قد عاد إلى المشهد الدولي وقد استعاد مكانته الطبيعية ودوره في المنطقة ويتحرك بما يليق بمقدراته ومكانته وتاريخه وهو مستعد للعمل مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق السلام والتنمية والازدهار العراق اليوم ولله الحمد يتمتع باستقرار أمني وسياسي بما يجعله بيئة عمل واعدة وهذا ما بحثناه مع الأخ سمو الشيخ اليوم تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي ممكن أن تطلع به الشركات القطرية في خطتنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البناء التحتية وعندما نتحدث عن الفرص الاستثمارية بالتأكيد يبرز أمامنا المشروع الواعد وهو مشروع طريق التنمية وما يتعلق بميناء الفاو والمدينة الصناعية من جهته أكد أمير دولة قطر أن زيارته إلى بغداد تعكس عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين مبينا أن قطر تدرك أهمية العراق بالمنطقة وأن أمنه جزء من استقرارها ندرك أهمية العراق ودوره في المنطقة ونؤمن بأن أمن العراق واستقراره هو من أمن واستقرار المنطقة ونؤكد بأننا سنواصل دعمنا للعراق وللشعب العراقي الشقيق ومساندته في تحقيق تطلعاته في تعزيز الأمن والتنمية وتأتي هذه الزيارة لتعكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين بلدين الشقيقين ورغبتنا الصادقة في تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات تبحث مع أخي رئيس الوزراء حول سبل تعزيز العلاقات في عدد من المجالات الهامة كالطاقة والاستثمار والتجارة والتنمية وأيضاً اتفقنا مع دورة الرئيس بأن التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو بشكل مستمر وهناك آلية سوف نعمل عليها وبالملف ذاته أكد ائتلاف إدارة الدولة أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد ستفتح آفاقاً أكبر لتعزيز العلاقات المشتركة وفي بيان له أشار الائتلاف إلى أن هذه الزيارة المهمة تؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين مضيفاً أن حكومة السودان تسعى إلى تحقيق النمو المتبادل وتعزيز التعاون الاقتصادي وأوضح أن زيارة تأتي لتؤكد الدور الذي يلعبه البلدين كدولتين محوريتين في المنطقة والعمل على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة بين البلدين أعلنت الحكومة تلقي العراق طلبات من دول بقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا للمشاركة في مشروع طريق التنمية وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسادي إن العراق تلقى طلبات من الصين ودول خليجية وآسيوية وأوروبية وأفريقية للمشاركة بطريق التنمية لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريب يتم فيه تحديد أولويات المشاركة في المشروع وستتم دراسة الكثير من التفاصيل ومن بينها تحديد نسبة مشاركة كل دولة في طريق التنمية تتصدر صلاح الدين باقي المحافظات المستفيدة من طريق التنمية إذ يعد هذا المشروع نافذة لتهيئة مشاريع استثمارية أخرى حال البدء بخطط التنفيذ الرسمية الممر العالمي وسط العراق هكذا وصف مشروع طريق التنمية الذي عملت حكومة السودان على وضعه بخطوات التنفيذ الحالية المشروع الذي سيكون عبارة عن طريق بري يمر بمعظم محافظات البلاد ستحظى صلاح الدين بحصة الأسل فيه بعد أن وضع ثلاث محطات غيسية ضمن المرتسم وهي سام الراء وتكريتو وبيجي كأكبر المستفيدين من المشروع حقيقة هو هذا من أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تخدم الشعب العراقي والدول العراقية بالشكل العام ومحافظة صلاح الدين تقريبا هو الطريق المحافظة الأطول الذي سوف يمر بها طريق التنمية وهذا طريق حيوي وطريق ستراتيجي سوف يعود بالنفع العام على كافة مناطق صلاح الدين بعد الاطلاع على بعض التفاصيل الخاصة في الطريق أنه توجد أكثر من حوالي ثلاثة محطات محافظة صلاح الدين أكدت أهمية المشروع في تهيئة المشاريع الاستثمارية وتشغيل الأياد العاملة فيما كشفت عن استعدادها للبدء بإنشائه فور وصول خطط التنفيذ الرسمية طريق التنمية من المشاريع الستراتيجية والحيوية التي تتم قطرنا العراق بالشكل العام هذه المحطة ستساهم في زيادة الأيدي العاملة في المحافظة كذلك زيادة الحركة التجارية والصناعية في محافظتنا وتعمل المحافظة على تطوير الطريق الدولي الرابطي بين بغداد والموصل من خلال البدء بوضع الجسور وتوسعة الطريق والتي ستكون جزءا أساسيا من تنفيذ مشروع التنبيه طريق ستراتيجي تعول عليه بغداد كثيرا كونه لا يقتصر على نقل البضائع فحسب وإنما نقل العراقي لمكانة عالمية يمكن أن تغير شكل البلاد سياسيا واقتصاديا محمد عادل ربيعي الرابع صلاح الدين أكدت كتلة الفتح النيابية وجود توافق سياسي لتمرير قانون النفط والغاز خلال الفصل التشريعي المقبل وقال النائب عن التحالف على التركي إن جميع القوى السياسية عازمة على تمرير القانون لكنها بانتظار المسودة النهائية التي تعمل عليها الحكومة الحالية ولفت التركي إلى أن أهمية القانون تكمن في حجم الخلافات التي أحدثها ملف نفط إقليم كردستان والتي تستوجب وضع حلول نهائية لها إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني توقيع عقود مهمة لاستثمار الغاز وقال السوداني في كلمته خلال احتفالية ذكرى تأسيس منظمة أوبك في بغداد بمشاركة دولية أن الحكومة اهتمت منذ تشكيلها بمشروع الطاقة وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي والمصاحب أن حكومتنا الحالية اهتمت منذ تشكيلها والتصويت على منهاجها في مجلس النواب بموضوع الطاقة بكل تفاصيله وفي المقدمة منها ما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي والمصاحب فمن المعروف أن العراق يعتمد منذ سنوات بعيدة على النفط بوصفه المورد الأساس للاقتصاد والمال وطوال سنوات جرى إهمال الغاز الطبيعي والغاز المصاحب وهو ما أفقدنا الكثير من فرص التنمية فضلا عن التأثيرات البيئية التي تسببت بها النشاط الضار المرافق للصناعة النفطية لذلك ومن أجل مغادرة منطقة الاختصاد الأحادي الريعي ابتدأنا منذ تولينا رئاسة الحكومة بجملة معالجات حاسمة تعمل على تطوير الصناعة النفطية والاستثمار في المهمل منها فقد وقعنا عقودة مهمة لاستثمار الغاز بنوعيه الطبيعي والمصاحب توجد بالجولة الخامسة في هذا الاتجاه ورغم الحديث المستمر عن الملاحقات القانونية للمتلاعبين بأسعار الصرف يستمر الفارق بين السوق الموازي والحكومي إذ يبدو أن التجار بيع العملة لم يعير الإجراءات الحكومية أي اهتمام الفارق بسعر صرف الدولار بين الذي يباع في السوق الموازية والحكومي لم يتغير تماما 16 ألف دينار هي الزيادة المترتبة على المائة دولار في المنافذ وشركات الصيرفة الخارجية مقارنة بالسعر الرسمي الذي أقرته الحكومة وصوت عليه البرلمان في الموازنة الاتحادية لا زال الفرق بين الموازي وبين الرسمي كبير جدا حتى بعد إقرار الموازنة يبقى سعر صرف الدولار أمام دين العراق فيه فارق كبير وبالتالي كل الخطط قد فشلت يحتاج إلى خلية أزمة لمعالجة هذه الإقفاقات نحتاج نوافذ بيع مباشر المواطن العراقي وعدم الاحتماد على نافذة البيع التي كانت تعطى للمصارف الأهلية التي هي فيها فساد مالي كبير البنك المركزي أخفق كثيرا في إدارة أزمة السيطرة على عشوائية بيع الدولار وتقلباته المستمرة في أماكن بيعه السوداء تجار بيع العملة لم يتراجعوا خطوة للإجراءات الحكومية التي توعدتهم على مدى أكثر من ثلاثة أشهر في حال استمر صرف الدولار بهذا الارتفاع 80 يوم ناس مقدموا معاملاتهم وواصلة وقيس من 80 يوم ومجوه إذا هذا التاجر والمجهز لا ينتظر على هذه الفترة السوق الموازي خلال لحظات يتصل للتاجر بالمكتب الصير فهو الحوالي أبحث ولي في مكان حولك تروح الحوالي المجهز يجهز لا يوجد أي تأخذ مجرد تليفون وهذا شيء ملموس وواقعي ما نتكلم بمثالية هذا الواقع السوق الحر ميزة سهولة التصرف الروتينية في العمل وتأخر استلام التاجر للبضائع المسجلة على المنصة الإلكترونية دفع العديد من المستوردين إلى التوجه للسوق الموازية لما تقدمه من تسهيلات تفتقر إلى توفيرها المصارف الحكومية كما يقول معنيون الإجراءات التي عمل عليها البنك المركزي ضد ارتفاع الدولار في السوق الموازية لم تحقق شيئا من الإصلاحات الاقتصادية التي يعاول عليها دائما في خططه وحزمه بشأن توحيد بيع العملة أحمد ليث بغداد تنات الرابعة لا يمكن أن يكون أول من زرع بلا زراعة كما لا يمكن أن تكون بلاد النهرين بلا نهرين بهذه الكلمات انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريشا معاناة العراق بالحصول على حصته المائية قال وزير العمل أحمد الأسد أنه أجرى لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة تحدث فيه عن التغيير المناخي ومعاناة العراق من قطع حصته المائية من قبل الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفورات مؤكدا دعم الأمم المتحدة الكاملة للعراق بهذا الملف بأجهزة متطورة تستعد بابل بجميع أقضيتها ونواحيها لإجراء مسح ميداني كامل الغاية منه الوقوف على أوضاع المواطنين هناك يجري هنا الاستعداد لإجراء مسح كامل للمحافظة من قبل وزارة التخطير أستعد الكوادر بدوراتها التدريبية المستمرة على إحصاء الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بعد إن غاب هذا المسح لعدة سنوات لأسباب متعددة أجري لثلاثة مرات بعد العام 2003 مما تسبب في عدم توفر بيانات كاملة إلا إنها أدرجت ضمن البرنامج الحكومي لخطة العام 2023 حيث يوفر مؤشرات عن الفقر بمختلف جوانبه الفقر متعدد الأبعاد بؤر الفقر المناطق الأكثر فقرا وستكون النتائج على مستوى قضاء في المحافظة تحتوي محافظة بابل على سبعة أغضية شكنا أربعة فرق كل فريق راح يعمل على قضاءين ولم تقتصر عملية المسح على التعداد السكاني فقط بل وزعت على احتساب الوضع المعيشي ومقدار الدخل لكل العوائل ووضعها الاجتماعي ظن خطط استحدثت بأجهزة تعتبر هي الأولى من نوعها بنشر 12 باحثا على مختلف الأقضية والنواحي واستغراق عام كامل بعملية المسح العام تم سحب عينة من 24.624 أسرة موزعة على كل المحافظات المسح سيكون على مستوى أقضية هذا المسح يتم على مستوى بمنهجية المية يتم على مستوى حضر وريف وتعتزم دوائر التخطيط البدأ بعملية المسح ابتداء من الشهر القادم بعد إكمال دوراتهم التدريبية والتطبيقية في هذه الأيام زيد الشهيب الرابعة بابل تعددت حالات الطلاق والنتيجة واحدة هم ضحايا من الأطفال وتفكك الأسر أما الأسباب قد تركت على صعوبة المعيشة وغياب الدور الإصلاحي كلما تعالت المناشدات والنصائح بشأن الطلاق انعكست القضية هذه مسجلة ظاهرة تفتك بالتماسك الأسري وتترك ضحايا لطائلة لها متمثلة بالأطفال عدة أسباب قالها مواطنون إنها زادت من نسب الطلاق بالبلاد خلاق العراق نتيجة الإهمال نتيجة الزواج المبكر نتيجة قلة الإدراك والوعي عند الشخص المتزوج اليوم المفلوظ الشخص اللي يتزوج يكون متمكن ماديا يعني أنه عنده القدرة أنه يتحمل هاي المسئولية اللي رح يخلوه بيها الحالات تسبب سبب الأهل لو أهل الولد لو أهل البنية ليس لديهم مشاكل في هذا الموضوع يعني يضغطون على المرأة وأكثرية الأحيان يعني النساء دعا شوفهم يعني ماديت حملاً أكو أمور بسيطة تتصير بسبب الطلاق إذ محلال الدور الإصلاحي بل غيابه في العديد من المناسبات هو سبب آخر يضاف لمسألة الطلاق وتأتي بعضهما فضلاً عن سوء المعاشرة واستخدام الأنترنت بطريقة قد تؤدي في الكثير منها إلى الخيانة الطلاق يخلوه في تدمير للمجتمع العراقي دمار كامل ليش؟ لأنه بعد الطلاق هناك قاصرين هناك أطفال هناك عوائل أتيه حالات الطلاق كثرت وإلها أسبابه هؤلاء ومن أخطر الأسباب اللي أنا قلت عليها هي مسألة التكنولوجيا الحديثة اللي هو اليوتيوب والفيسبوك وغيرها تختلف أسباب الطلاق والنتيجة واحدة فالأوضاع النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الزوجان ما زاد من نسب حالات الطلاق عما كانت عليه في السنوات السابقة زينب ستار قناة الرابعة بغداد تمكنت القوات الأمنية من الإطاحة بثلاثة دواعش أثناء محاولتهم التسلل إلى مناطق شمال مدينة الفلوجة وقال مصدر أمنيان المعتقلين متورطون بعمليات استهداف القوات الأمنية والمدنيين إبان سيطرة التنظيم الإجرامية على مختلف مناطق ومدن الأنبار مبينا أن معلومات استخبارية تمكنت القوات من اعتقال المطلوبين ورصد تحركاتهم لحين اعتقالهم نفذت قوة مشتركة من قيادة عملية نينوى بالحجد الشعبي والجيش عملية تفتيش واسعة عن المطلوبين جنوب الموصل وذكر بيان للحجد أن العملية شملت ناحية النمرود في قضاء الحمدانية حيث تم تفتيش عدد كبير من القرى والجزرات وحافات المياه وأكد البيانة العثور على مظافة تابعة لفلول داعش الإرهابي تمت معالجتها ترجمة نانسي قنقر عربياً ودولياً أكد وزير الخارجية فؤاد حسين وجود فرصة حقيقية لإدارة الأزمة السورية بشكل مختلف وخلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون أشار وزير الخارجية إلى وجود تقدم في تقريب وجهات النظر حول الأزمة السورية من خلال مجموعة الاستجابة الوزارية للجامعة العربية بدوره أشاد بيدرسون بدور العراق ودور مجموعة الاستجابة الوزارية بلاعب دور الوسيط بين الاتحاد الأوربي وسوريا والقيام بحوارات من شأنها تغيير مواقف المجتمع الدولي تجاه سوريا هذا وكشفت روسيا عن اجتماع مرتقب لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في العاصمة الكغستانية أستان وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوفا إن الاجتماع الذي يُعقد في الواحد والعشرين من الشهر الجاري سيبحث تطبيع العلاقات بين أنقارة ودمشق مشيرا إلى أن مشروع روسيا بشأن خارطة الطريق بات جاهزا وأضاف بوغدانوفا أن مهمة روسيا هي التشاور مع الشركاء والمضي قدما لحل الأزمات في السودان حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في حال الاستمرار على ما هي عليه للأوضع هناك وقال مارتين جريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية إن دارفورا تتجه بسرعة نحو كارثة إنسانية ولا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك مرة أخرى وأضاف جريف أن التقارير عن أعمال القتل العرقية التي أودت بحياة مئات الأشخاص في مدينة الجنين المحاصرة يجب أن تدفع العالم إلى التحرك في الأثناء أدانة الولايات المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان والعنف في السودان أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلاده تشعر بالقلق من التقارير بشأن العنف العرقي الذي نفذته قوات الدعم السريع في غرب دارفورا وأشار ميلر إلى أن الفضائع التي وقعت في غرب دارفورا ومناطق أخرى تعتبر تذكيرا مشؤوما بالأحداث المروعة التي وقت عام 2004 في دارفورا تجري واشنطن وطهران مباحثات تنائية لبحث خفض التوتر وتجنب المزيد من التصعيد من خلال التفاهم يتيح لكل الطرفين تحقيق عدة امتيازات وبحسب مصادر إن المحادثات سيكون على رأسها الحد من برنامج طهران النووي وإطلاقوا صراح الأمريكيين المحتجزين في مقابل رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية في الخارج وأضافت المصادر أن الخطوات الأخرى قد تشمل إعفاءات من العقوبات الأمريكية لتصدير النفط مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند الستين بالمئة إلى عنوين النشرة بانتظار المصادقة الرئاسية الموازنة الثلاثية تصل القصر الجمهوري والحكومة تستعد للتعن بالقانون بحسب نواب في ختام زيارته لبغداد أمير قطر يعلن استثمار خمسة مليارات دولار في العراق وسودان يغرد مشيداً بالمباحثات لا يمكن أن تكون بلاد النهرين بلا نهرين بهذه الكلمات أمين عام الأمم المتحدة يتضامن مع العراق بأزمته المائية كان فيها أيضاً نزاع السودان يدخل شهره الثالث واشنطن تدين العنف المروع في دارفورة والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية كانت هذه المنتصفة من الرابعة للمزيد من الأخبار وإبدال الأرى والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستجرام تليجرام واتويتا شكراً لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة